عشان كده احنا لازم نتكلم عن الاتزان في فترة الخطوبة بشكل واضح الاتزان يعني نعمل حاجة بميزان فنتعامل بعقل وحكمة ليه؟ لان احنا قلنا ده مرشح محتمل فما نعملش ننفق ونستهلك انفسنا وبعد كده نيجي نقول ايه اللي حصل وعشان كده ما يجبش ان احنا نمشي مغمضين عيننا ورا مشاعرنا ايه من مظاهر عدم الاتزان اللي بتظهر؟ مظهر مظهر دقيق جدا ان انا اذيب المسافات العاطفية بيني وبين الخطبين الحاجة التانية ان انا اضع الخطيب او المخطوبة في مواجهة الاه ده يعني عدم الاتزان من علامات عدم الاتزان كمان في فترة الخطوبة التجاوزات اللي ممكن تحصل في فترة الخطوبة عارف انت لما يجي واحد يقول لها انت خلاص بقيت مراتي لا هي ما بقيتش مراتك هي اكيد ما بقيتش مراتك هي اكيد لسه واكيد انت عليك ان انت فيه شوية اصول وقواعد متعلقة بالشريعة انت لازم تحافظ عليها وهتبقى من علامات ان الخطيب ده مش متزن وبالتالي مش مستقيم انه هو يدعي بعض الادعاءات انه هو عايز ياخد عليها او عايزين يقربوا من بعض بالتجاوزات دي ده مش هيكون حسن لان الله سبحانه تعالى وصف المؤمنين ان هم الذين هم بيتكلم لفروجهم حافظون ويتكلم على انهم يحفظون فروجهم فما ينفعش انه يعمل كده وبعض الاحيان بيهدد خطبته انه هيسيبها او ان هو ان هي مقفلة او ان هي شخص مش open minded مش منفتح مش منفتحة يعني هي انا كده احنا نتعب في الجواز مع بعض وانت كده مش هتسعديني في الجواز وهو في الحقيقة احتمال كبير كده جدا جدا عايزي اكد ان صورة المخطوبة دي هي الصورة اللي هو مكونها عن البنات وعشان كده بقول للبنت خلي بالك خليك حريصة تمسكي بمنظومة الاخلاق بتاعتك يعني ايه تمسكي بمنظومة الاخلاق بتاعتك انك خليكي اصعبة اخلاق ان الحاجات دي ليها وقتها وانا اقول لكم حاجة انا عندي ظاهرة كده اسمها ظاهرة ماذا ساهرة استفراغ الطاقة العاطفية ويمكن ده يفسر لنا ليه الناس اللي بيجوزوا عن حب احتمال كبير يحصل مشاكل من بعد الجواز زي اللي ايه بقى انهما استفرغوا طاقة الحب في فترة الايه الخطوبة يجوا بعد كده في الفترة اللي بعدها ما يلاقوش حاجة كتيرة يقدروا يحصلوها احنا عايزين الناس تبقى متزنة اه بنتعرف على بعض اه ممكن يحصل بنا ميل عاطفه ونحب بعض اه بس مع التزام دقيق باحكام الشرع الشريف عارف ليه عشان كل واحد فينا صورة تبقى صورة نقية محترمة اقول لكم حاجة سيئة كتير بعالجة في جلسات الارشاد الزواجي ناس بتبقى فيه تجاوزات بينهم وبين بعض وخاصة لو كانوا هم الاثنين كل واحد فيهم داخل بيقول انهم متدين فحصلت تجاوزات بينهم في الخطوبة فإيه اللي حصل يفضل الراجل متذكر ده ويفضل عنده حاجة ده فينا من ان هي ما كانتش الصورة اللي هو كان يتمناها وهي تحس ان هو مارس معها شيء زي المتحرشين بالزبط وشايرين في قلوبه لما نيجي نقعد بقى في جلسات الارشاد الزواجي لما نبحث تطلع هذه المشكلة وعشان كده بنقول لازم نلتزم ده وممكن كمان تلقى الخطيب يطلب من خطيبته يطلب من خطيبته مثلا أو هي تطلب من خطيبها تيجي الخطيبة وتقول له خلاص بما ان احنا كده او ربنا من بعض انا عايزة مصوره في ايد منك بس ده مش حقيقي لان هو مش مسؤول عن ده لان خلاص مازالت مسؤوليتها من والدها او مازالت مسؤوليتها من مالها الخاص فهي ما تحاولش تعمل ده لان ده انت لما تطلبي حاجة لازم اتقدمي فيها مقابل وده ممكن يبقى نوع من انواع الاختبار في تحمل المسؤولية بس ده في الحقيقة مش اختبار صحيح وعشان كده لازم تفضل هي حاسة ان مسؤوليتها مش عنده ده مسؤوليتها عند والدها كل الكلام ده بنقوله بدقة واللاسف ديجي هنا مظهر مهمة اوي وهو ان الخطيب او المخطوبة يبقى شايف ان دايرة علاقاته ما فيهاش الا شريكه فيبتدي يشوف دور الاسرة في حياته انتهى او الله يعني ايه اللي حاصل وكأن الاسرة كانت مسؤولة لغاية ما يجي لها الخطيب ورغاية ما وصلنا بقى للخطيب خلاص دور الاسرة انتهى وان علاقتها بالاسرة كانت مؤقتة لغاية ما جالها الخطيب فخلاص فنلاقي المخطوبين ينحازوا البعض ضد الاهل ويبقى هو هم الخطيب او هم المخطوبة ان هو يطلعوا صح يثبته ان الخطيب او المخطوبة صح ولو على حساب اهلهم والعكس ان هو يخطأوا اهلهم ويجعلوا الخطيب صح بس في الحالة دي بتكون مشكلة اكبر لانها مزالت مشكلة ضخمة وهو ان الشخص ده مش هقول اختلت اولوياته لا ده حصل ان هو شطر حياته وافسد حياته وانهى ذكرياته لان هو منتظر ان ذكريات جديدة تحصل مع الخطيب او المخطوبة وده وقت بيبقى مسألة فيها خطر كبير ولازم نعرف ان هي مزالت مسؤولة مسؤولة من مين مزالت مسؤولة من اهلها شرعا من والدها وعشان كده لازم ما نحاولش نعمل جدا ويبقى التصرفات كلها اللي بتحصل التصرفات مش فيها اي نوع من انواع الحكمة ده ايه اللي حاصل كل التصرفات بينعكس فيها نوع من انواع عدم الرؤية الصحيح وعشان كده احنا بنقول انتوا عاوزين تخربوا حياتكم امشوا بالطريقة دي وساعتها الخطوبة هتبقى عالية التكلفة ولازم نعرف ان اللي بيقولوا عليها الناس يعني حالة من حالات ان ده من اسوأ الدلقة يعني ان لما يحصل حد يتدلق دي من اسوأ الاشياء اللي ممكن الواحد يعملها في اي علاقة مش في الخطوبة بس بلاش تدلق احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيطك يوما ما عشان كده الاتزان هو علاقة مفتاحة ان اي علاقة وبالذات في الخطوبة لازم يكون الاساس اللي هينبيني عليها ان الاسرة هي اللي هتتعمل فيجب يكون الاساس سليم احنا راحين نعمل اسرة ولازم الاساس يكون سليم ولذلك يجب ان طرفايا العلاقة يكونوا فاهمين التوازن ده بحيث ان محدش يطمع في حق مش حقه لان اللي هيتعود ان هو يطمع في حق مش حقه هيفضل كده في الجواز